من جانبه قال محافظ الشمالي سيناء محمد عبد الفضيل شوشة إن الهلال الأحمر المصري يقوم باستقبال المساعدات ونقلها وتخزينها في مخزن بمدينة العريش تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة هذا وقد وصلت إلى مطار العريش الدولية 27 طائرة من دول عربية وأجنبية ومنظمات دولية تحمل مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر